طيب أكتر حاجة مبارح زعلتنا في المباراة وده كان شيء متوقع على فكرة وكنا قلقانين منه لأن بعد كاس العالم قلنا يعني الحمد لله الفريق خرج بدون إصابات ولكن في مباراة مبارح للأسف في إصابة لمحمد الشناوي وإصابة لياسر إبراهيم موقف الشناوي وموقف ياسر إبراهيم موقفهم في اللحاق بالمباراة النهائية صعب يعني خلانا نتكلم بأمانة النهاردة في كشف طبي وفي أشعة بيجريها الشناوي وياسر إبراهيم ولكن إصابة الشد في العضلة الخلفية بالنسبة للشناوي وياسر صعب جدا في 48 ساعة تلعبهم ماتش الفاينال وبنسبة كبيرة الجهاز الفن هيفضل إن ما يدفعش بيهم ومش عايز أروح لأبعد من كده لأن الشناوي كمان يعني كان حريص على إجراء الأشعة لأنه عايز تطمل لأنه الآن جدا من فكرة إن اللي قدر الله والإصابة ممكن تاخد معاه سبعين ثلاثة يعني لو خادت المدة دي ممكن ما يلحاش كاس الأمم ففيه تخوف فيه قلق وتوقيت البطولة كمان يعني للأسف جات إصابة عمر كمان عبدالواحد لاعب فيوتشر جات إصابة الشناوي جات إصابة ياسر إبراهيم نتمنى في مباريات يوم الخميس الثالث والرابع والفاينال ما يكونش في إصابات لأن منتخبنا مقبل على كاس الأمم فثلاث إصابات في عناصر مهمة كان هيعتمد عليها روي فيتوريا في كاس الأمم في توقيت صعب جدا فنتمنى يا رب بإذن الله السلامة للجميع ولكن الشناوي ياسر موقفهم صعب في اللحاق بالنهاي هننتظر نتيجة الأشعة ونشوف الإصابة الغياب بتاعها يكون مدة قدية نتمنى يا رب تكون عدة أيام ما تكونش بس فترة طويلة لأنه طبعا الشناوي وياسر وعمر كمال عبد الواحد عندهم تحدي إن شاء الله للمشاركة مع منتخبنا في بطولة كاس الأمم الفترة اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم ممكن نباريح الكاتلين خالد بيبو تكلم على أن مراوان عطية الجهاز الفني فضل أنه ما يدخلش قايمة المباراة لأن مراوان لعب 3 مباريات في ظرف كام من 15 ل 22 لعبت 3 مباريات في أسبوع جمعة 2 جمعة مباريات كمان عالية المستوى في كاس العالم فكان صعب جدا مراوان يدخل مباراة سيراميكا كليوباترة نفس الأمر لحسين وقهربا ما بدأش بيهم وحسب سير المباراة كولر فضل أن يدفع بحسين وفضل أن يخزن قهربا للمباراة النهية وأكيد اللي عيب عرفت كلام ده يمكن محمد زعلوق خرج من قايمة المباراة نتيجة الإصابة بنزل التابرت ترجمة نانسي قنقر